يعني شافوا مسؤولي النادي الاهلي في المباريات في الجولة الاولى ان في اخطاء واضح انها موجودة وبالتالي احنا بننقذ ما يمكن انقاذه في الفترة القدم وبناء عليه برضو النادي الاهلي بيطلب في مباريات معينة اللي هي قدام الزمالك والبيرامدز والمصري حكام اجانب وده اللي يمكن طلبوا بشكل رسمي من اتحاد المصري لكرة القدم وانه هو هتحمل الجانب المالي كالنادي الاهلي اهو طالب خلاص خلاص هنشوف ايه الامور المادية والنادي الاهلي يتحمل لكن خلينا اقول لكم حقيقة احنا بدري اوي يعني النادي الاهلي واضح انه هو شايف مستقبليا ايه اللي ممكن يحصل لو ما فيش خبير تحكيمي اجنبي يكون هو موجود ويكون جيد الحقيقة ويكون كويس الحقيقة ايام جلاتنبرج يا جماعة عشان انا هتطرق للنقطة دي كان عامل حاجة لطيفة جدا ان المحادثات ما بين حكم الساحة وحكام الفار كنا بنسمح تتذكروها يعني كان كده الراجل اللي ابتدعها وكان في عملية التصحيح والتوضيح في امور تحكمية خاصة بالفار كان بيطلح وبيعلنها قدام الناس والحقيقة احنا بنتكلف وماتش الزمالك بالذات والحديث والتسريبات اللي حصلت وطلعت بتقول ان كان في حديث ما بين الكابتن محمد عادل وكابتن محمد سلامة وكابتن قسامة محمد عن ضربة الجزاء لناس الزمالك حديث غريب جدا جدا هنقول ان الاجتهاد اللي موجود ووصل ليه يمكن ادى المعلومة دي للاعلام ان اجتهاد طبعا جيد جدا لكن يا جماعة مين اللي بيصرب المعلومات الخاصة بالحكام داخل غرفة الفار والمحادثات للاعلام وهدفه ايه وليه ده بيحصل يعني الراجل حكم الساحة بيتكلم مع حكم الفار وبيقول له على تفاصيل معينة وهم حكام بقى مع بعض سواء بيهرجوا او او اي ان كان وفي الاخر بياخدوا القرار سواء وسواء بقى حكم الساحة خلاص شاف اللعبة وبيقرر ان احضار بالجزاء او مش ضار بالجزاء وحكم الفار بيساعد بقول له اجيبها لك من حتة دي اجيبها لك من حتة دي طيب حديث موجود حديث موجود وحتى الان مش زي ايام جلاتنبرج ان الحديث ده بيبقى معلم بشكل رسمي فمين يا جماعة اللي بيصرب حاجات زي كده لو ده صحيح لو ده صحيح وايه هدفه وليه وهو ده اللي بيخلي مثلا النادي الاهلي مثلا او ايندية اخرى لما ييجي عليها تدور في حاجات زي كده وتبقى فيها بعض الشكوك في احتساب حاجة صحيحة او غلط يقول لك لا الامور بتضار بشكل ممكن فيه مجملات او فيه بيتيه على حسابنا واحنا بنلعب على بطولة ومش مستحملين اي خطأ ومش مستحملين اي تهريج فالحقيقة ضربت جزاء الزي مالك اين كان بقى صحيحة من صحيحة فليه يحصل حاجة زي كده ومين اللي ممكن يعني يطلع تسريب للحكام وهما بيتكلم مع بعض للاعلام او لمصدر من المصادر اللي هو يعني مفروض اعلن عنها كل احترام لكل المصادر واللي بيتعبوا عشان يعرفوا الحقيقة الحقيقة لكن ده برضو مفروض ما يتعملش مفروض ما يتعملش وما يبقاش مثلا الحكام بتوعنا الحقيقة ولو هما بيتكلموا بحسن نية مع احد الصحفيين او ايا كان ويقولوا اللي حصل ده في حد ذاته لو ده موجود فعلا ده سازاجة غير طبيعية لو ده طلع من الحكام نفسهم فنرجو ان لو المصلحة العامة واللي يمكن النادي الاهلي اعلنها في خطاب ان يبقى فيه حكم او خبير تحكيمي يبقى موجود للحكام خبير تحكيمي اجنبي يبقى موجود للحكام ويدير المنظومة التحكمية لو ده هينفع المنظومة نفسها ايه المشكلة بسرعة جماعة بسرعة لانه واضح هيبقى فيه يعني الايام القادمة واضح ان هيبقى فيه يعني انتظار لمشاكل ممكن تحصل نتيجة بعض الاخطاء ونتيجة بعض الامور ممكن حقيقة بتحدث داخل غرفة الفار وبيتم تصريب الكلام ده والحديث دي الحقيقة وده برضو مهم جدا لو هيكون موجود خبير تحكيمي نرجو ان هو يعني يتقله ايه المشكلة لما يبقى غرفة الفار يتم الاعلان عن ما يحدث في غرفة الفار في اللعبات المعينة اللي بيتم احتساب فيها قرارات حاسمة وصحيحة او غلط يعني ايا كان بقى نسمع ونشوف ودي كانت فكرة حلوة من جلاتنبرج الحقيقة